إنت اللي عايزة تكلم فيها بمناسبة الوزن سمعت إنك محافظة على وزنك كويس قوي وفي نفس الوقت بتاكلي مكارونا عادي باكدت كل حاجة 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 باكدت باكدت أه باكدت خنيش لا طب قول لنا أنا باكدت مرة واحدة في اليوم أوكي أنا بأكل مرة واحدة طول حياتي يعني من ساعة ما خلصت المدرسة وابتدي تمثل إحنا بيجي لنا البريك مرة واحدة في الأوردر وإحنا بيجي لنا من 12 إلى 18 ساعة صحيح وعندنا بريك واحد إنتي عارفة الكلام ده ليه وجبة الغداء مثلا فبنأخذ وجبة وخلاص وبنشتغل فأنا اشتغلت منه أنا عندي 16 سنة فعلا ودي كانت الفترة اللي كانت شغلي كتير قوي فيها فقعدت حوالي 15 سنة باشتغل كتير قوي فده كان نظام حياتي إن أنا ما بكلش يعني الأكل ده secondary جدا في حياتي يعني أنا بفتكر إن إحنا هنأكل عشان فيه بريك بس وزيد إن أنا بحب الرياضة طول عمري يعني الرياضية أصلا فالحكاية دي مخلي جذبني على طول بيحرق طيب أنا بقى بعد يعني عندي شغل ما عندي شغل أنا ما بجوعش وما بكلش كمان بقى إلا بالليل عشان الناس ما بكلش بالليل لا أنا بقى أكل بالليل المهمة في الموضوع إن أنا ما أكلش قبل ما نم على طول يعني لازم أكل قبل ما نم بخمس ست ساعت وأنا نفسي ما بنامش بادري أنا مش بالناس اللي بتنام بادري ما عرفش أنام بادري بصح بادري بس أعرفش أنام بادري فعشان كده باكل الساعة 8-9-10 وبنام الساعة 3-4 بنامي 1-2-3 براحتك بس أنت كده هو في الوجبة بقى دي بقى بتحطي بقى باكل اللي يعجبني بقى يعني وبعد أشتغل أصل بصي إحنا عندنا مشكلة بقى لو أنت عايزة أو الناس يعني بسمعه أنا عايزين يعرفوا ليه إحنا بنتخن بنتخن صحيح عندهم السؤال دا الموضوع مش رجيم يعني أنا أمي زمان قالتلي جملة حكيمة جدا جدا إيه بقى؟ حفظتلي على وزن الحد النهار اديها لنا بقى اديها لهم عايزة تخسي أفلي الخرم اللي في وشك اللي هو البقى لأنه هو دا اللي بتأخن صحيح دا المتخن وإحنا عندنا عادات مانتل بقى عقلية بقى ما بنقش هاش خالص اللي هي لأننا التفكير دا مهارة ما بنفكرش إحنا بنحس وبنعمل وبعدين نندب دا حقيقي مفيش حاجة بتعدي هنا خالص فلاص؟ أنا باكله اللي بيعدي هنا الأول فده تدريب يا قصدك تقولي إن اللي بيدخن هو بياكل مش بس كده إحنا كمان كل حاجة عندنا لازم بيقى فيها أكل يعني إيه يعني يلا نخرج يا ياسمين فاضي يا بكر يلا نخرج نتغدى فيه حنروح كافية حنتغدى بسرح دا أول سؤال سمحت علي زوريني في البيت عمليك نار بحلت محش بالظبط يا حلويات رمضان شهر السيام دا شهر الأكل لأنه الفطار شوفي الصفرة عاملت زي وبين الفطار والصحور شوفي فيه إيه طبعا خيرات ربنا عملي فش عليك وبعدين يلا نتصحر دا شيء السيستم دا يعني عايز يخدم ويرتع مش عارب ويرتع إنما انتي عارفة اللي هو كلل بتاع لسه هيعمل كده دخل له الغدى وبعدين دخل له العشاء فما اللي هو يا جماعة فيه ناس جوه بتصوت ونبتدي ناعية وبتدي يجي لنا قولونه قلبه لأنه السيستم دا له كتالوج لازم نقرار مش زي تليفزيون جيبتي ولميتي الكتالوج وكل ما تليفزيون يعطى التواصل خبطي عليه فيشتغل وخلاء لا الحكاية عايزة قصدي دي العدة بتاعتي ما أنا هعمل إيه في الدنيا من غيرها أنا محتاجاها بيرفكت بيرفكت عشان لما عوز بيها حاجة تتعمل لكن هتخلني جسمي لو مش نايم حينام غصبا عني جسمي لو عيان حيرقادني غصبا عني صحيح فأنا لازم أعمل له حساب صحيح ما ينفعش أي حاجة نفسي في أعملها بس في حاجة كمان بيقولوا عليها بيقولوا في طبيعة أجسام زي حضرتك مبتتخنش ماهو ده بقى عشان أنام بالليل وارتاح لا الأكل بيتخن وقلت الأكل بترفع بدليل إنه الناس لو راحت في غابة ويقوّعوا مثلا في حتة ويتساب وفغابة أو اللحق أتشعروا بيقولوا بواد ده كده صحيح